دكتور أحمد الجانب السوداني وصف الموقف الإثيوبي بالمتعنت خلال هذه الاجتماعات كيف تنظر السودان لهذا التعنت الذي وصل إلى درجة التنصل من الإجراءات التي نشأت على أساسها المفوضات منذ البداية لا شك أنه مش هو الوصف السوداني هو حقيقة الأمر هذا ما حدث تعنت إثيوبي بالكامل والاتحاد الأفريقي في جولته قبل كنشاسة الاتحاد الأفريقي أعلم بأن المفاوضات وصلت إلى طريق بسدود وكان الفكرة من هذه الجولة جولة كنشاسة يعطى الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي الفرصة ولكن إثيوبي استمرت في تعنتها بل زادت من التعنت لأنها كانت تتكلم طوالة المهدة السابقة عن الملء والتشغيل والآن تتكلم عن استقطاع حصة مياه ليس لأقراض الملء ولكن حصة مياه لإثيوبيا التي تستقطع من حصة السودان وحصة مصر ولذلك هذا التعنت الإثيوبي يدرك أنه لا خيارات في تقديري أمام السودان ومصر إما المواجهة الكاملة المفتوحة وإما الاستثلام الكامل وفي تقديري أن المواجهة إذا أردت إلى خيارات المواجهة هذا يطلب لابد كخطوة أولى من إختار مجلس الأمن حتى أنه يعطاه الفرصة للتدخل وحل الموضوع بالطرق المنصوص عليها في الفصل السابع من ميساق الأمم المتحدة لأنه لا يمكن أن نتحدث عن مواجهة طبعا مواجهة معناها الشامل الأخيرة هي الخيارة العسكري لكن المواجهة تكون بعديد من الطرق وفي تقديري بدأت هذه المواجهة لأنه وردت في الأخبار أخيرا أن السودان طلب بسحبه في قوات أسيوبية موجودة داخل السودان أربع عالف جند أسيوبي أممي موجودين داخل السودان السودان طلب بسحبه وهذا يؤشر إلى أن الناس تستعيد إلى مواجهة وفي تقديري إما المواجهة وإما الاستسلام للرقبة الأسيوبية وفقد السيادة بالنسبة للسودان وبالنسبة للمسخيارين لا سالس لهم وكل واحد فيهم أمر من الخيار الثاني خيار الحرب مر جدا وخيار الاستسلام أكثر مرارا ترجمة نانسي قنقر